يمكن دي اول حلقة ليا بعض لقاء الزمالك والهلال فحابب النهاردة اتكلم معاكو في 3 حاجات سريعا جدا اول حاجة اشكر لعابة الزمالك وجمهور نادي الزمالك وقدارة الزمالك وكل من ساهم ان الزمالك يوصل اليوم ده عملنا اللي علينا مكناش جاهزين بدنيا بشكل كبير ولكن في الاخر لقاء انتهت عادل وقدر الهال يفوز مبروك للهلال هارض لك للزمالك اتعلمنا دايما ان احنا نهني الكسبان وبنظهر بشكل جيد في كل الاماكن شكرا لعابتنا شكرا لكل الرجال اللي عملوا اللي عليهم وكفحوا في اللقاء شكرا لجماهير الزمالك اللي وقفت في ظهرنا ديها على مر الفترة اللي فاتت موجودة معانا موسم اعجازي واللي جاي ان شاء الله يكون افضل شكرا لكل الجماهير المصرية اللي كانت بتساند نادي الزمالك عشان هي دي الرياضة المصرية الموضوع التاني اللي عايزة اتكلم معاكو فيه التحدي وده عنوان المرحلة اللي جاية تحدي جديد مرحلة اللي جاية الزمالك خلاص داخل على تحدي من اهم تحديات الموسم القادم خلاص فاضل اسبوع بالزبط ويبدأ مشوار الزمالك في دور الابطال ان شاء الله هنلاعب بطل تشاد يوم الحد اللي جاي لو 18 في الكاميرون ليه في الكاميرون عشان ملعب اللي في التشاد مش مطابق للمواصفات فان شاء الله يكون بداية موفقة لنادي الزمالك فريق حواليه غموط كبير جدا البطولة ان شاء الله نتمنى حصدها للزمالك والبطولة التركيز فيها من اول ثانية من اول ثانية الزمالك عايز يركز من اول ثانية الزمالك عايز يواصل عايز يكافح بشكل كبير عشان كده مستر فريرا رفض يدي راحة للعبين نادي الزمالك مستر فريرا قال لا يا جماعة مفيش راحة مفيش وقت عايزين نشتغل عندنا موسم قوي عايزين نخش بشكل قوي هو ده التحدي هو ده الاسرار وزي ما اتكلمش كبالا وقال في المؤتمر اتعلمنا من فريرا ان بقى خلاص المكسب هو اهم حاجة والمكسب ماشي في دمنا وده اهم حاجة فريرا نقالها للعبين ثقافة اننا دايما لازم يكون كسبان مفيش مستحيل ما يعرفش العقبات ولا الازمات فريرا مع ادارة نادي الزمالك مع امير مع اللاعبين مع الجماهير عقم واحد قدروا يوصلوا لخلطة سرية الخلطة مش بتعتمد على لعب مش بتعتمد على اسلوب وطريقة لعب فقط بتعتمد على اللاعب الجماعي على الروح الجماعية ان شاء الله من بعد لقاء سوبر لوسيل فريرا هيشتغل بشكل كبير جدا رفض اي راحة قال ما عندناش وقت علشان نريح بدنيا مش جاهزين عايزين نجهز عندنا موسم قوي جدا جدا الفترة اللي جاية لازم نركز في الموسم اللي جاي بافضل شكل تدريبات الزمالك هتبدأ الساعة 8 ان شاء الله بحضور كل اللاعبين اكيد مستر فريرا هيركز اكتر على اللعيبة اللي هتكون موجودة في ماتشا افريقيا زي ما احترقوا عارفين طبعا ماتشاة دور التمهيدي الذهاب والاياب مش هيشارك فيها الصفقات الجديدة يعني مستر فريرا هيعتمد على القائمة اللي اخذ بيها بطولة الدوري القائمة اللي فيها عناصر شابة كتير جدا تبعناهم وتبعنا تقلقهم مع نادي الزمالك على مدار الموسم اللي فات وان شاء الله الصفقات هيكون لها دور كبير جدا من اول دور الاتنين وثلاثين بعد تخطي الدور التمهيدي نادي الزمالك قادر ان شاء الله قادر ونقدر نعمل ماتش جيد بنتيجة جيدة هناك انا مش فارق معايا اللعب فارق معايا اللي نفوز وحق انتصار اول في البطولة عايز اتكلم معاكو كمان برضو على ملف مهم جدا ملف الزمالك بتفوق فيه ملف الزمالك بيلعبه صح كلنا مبارح اتفاجئنا كلنا اتفاجئنا بخبر سعيد خبر عودة محمد صبحي لبيته من جديد نقدر نقول انها ضربة معلم حابب اقول مبروك لنين الزمالك مبروك لحمد صبحي مبروك مجلس دارة نين الزمالك برئاسة مستشارة منطنة منصور اررنا ندعم مكان محتاجينه بقوة شكرا لجماهير الزمالك دايما بتدعم فريقها مبروك لحمد صبحي وحابب اقول له نورت بيتك من جديد يا صبحي وان شاء الله اللي جاي يكون افضل ونبدأ نشتغل الفترة اللي جاي على بقية الصفقات بقية التدعمات نلزمالك محتاج بعض الصفقات علشان نقدر نكافح ونواصل في كل البطولات